ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات التلاجة تقدر ان انت تنظم بيها المشروبات الغذية أو العصائر أو مختلف الحاجات اللي احنا بنخزنها عندنا في التلاجة وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوفر والشعر من على الهدوم او الملايات او السجاد وطبعا تقدر ان انت تنظاف بيها الستاير او الكنب وتقدر ان انت تنظاف الاداة دي بكل سهولة بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من السناديق الكبيرة اللي تقدر ان انت تنظاميها فوق بعض للشكل ده وتقدر ان انت تنظامي بيها الحلل او الاجهزة الكهربائية او الاطباق او مختلف الادوات واللوازم اللي انت عاوزة تنظاميها به بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن 3 رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا 10 بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك 30 بيضة تقدر ان انت تنظاميه جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي شوفي معايا بقى منظم للموبايل طبعا المنظم ده بيساعدك ان انت تعريض الموبايل كأنه شاشة تلفزيون وغير كده تقدر ان انت كمان تنظامي في المنازيل وتقدر ان انت تثبتيه عندك على اي سطح مكتب بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المبخ وتنظمي بيه لوازم وتنظيف الموعين زي الليفة او السلكة او تقدر تثبتيه على حنفية الدش في الحمام وتنظمي بيه الشامبو او الكريمات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا جهاز لصنع التلاج الجهاز ده يقدر ان هو ينتج لك التلاج في 6 دقائق بس كل اللي عليك ان انت تصبي فيه المياه او العصير او اي حاجة عاوزة تحوليها لتلج وبعد كده هو هيصنعها لك بنفسه هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفى الشفات وهي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده تكوني حافزتي على نظافة الشفات عندك بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحزية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقص الخضار اللي تقدر ان انت تقطعي بالخضرة زي البقدونس او الكزبرة او الشبت وتقدر ان انت تقطعي بالفلفل او البصل بطريقة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا بقى هنشوف عندنا مصفة وفي نفس الوقت هي عبارة عن ادامة عارية تقدر ان انت تعايري به الرز او البوكليات او تقدر ان انت تصفي من خلاله الرز او الخضار او الفكهة وغير كده كمان بيجي معا كطع صغيرة كده بتساعدك ان انت تصفي من خلاله اي حاجة انت عايزاها بكل سهولة يعني هوا بيكون لي كده طريقة في الاستخدام زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها التوابل الصحيحة او التوابل البودرة او تنظمي بيها المكسرات او اي حاجة انت عايزاها وبعد كده هتقدر ان انت تثبتيها على بعض كده وتنظميها جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المروحة الميني الجميلة دي طبعا تقدر ان انت تحركيها في اي مكان انت عايزا عندك تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار في الحمام او في المطق او في المكتب او في قط النوم حجمها بيكون صغير كده وغير كده كمان تعتبر مروحة مكتبية تقدر ان انت تثبتيها على اي سطح مكتب عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة معيارية تقدر ان انت تعايري من خلالها الدقيق او الرز او مختلف انواع البوكليات وغير كده تقدر ان انت تستخدميها كماشبك تقفلي بيه مختلف الاكياس بحيث ان انت تحافظي على الحاجة عندك لاطول فترة ممكنة وان هي ما تتعرضش لأي رطوبة وهنا معانا مجموعة من المشابك الكبيرة اللي تقدر ان انت تنشر بيها كل الحاجات اللي بتبقى تقيلة عندك زي الحفة او البطاطين او اللعب الكبيرة اللي بتبقى مخصولة وشربة مياه كتير الحاجات دي طبعا بتبقى محتاجة لمشابك متينة تقدر ان انت تنشري من خلال المشابك دي بكل سهولة بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المطبخ الدوار ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف انواع الخضار او الفاكهة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف المواد الغذائية او اكياس البوكاليات هنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي حجمها بيكون كبير شوية فبتساعدك ان انت تنظفي كل الموعين او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحطي فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التثبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك بعد كده تعالي هنا بقى نشوف مع بعض عندنا الورق ده اللي هو بيبقى شبيه لورق الزبدة تقدر ان انت تستخدميه لما تيجي تشوي الفراخ او اللحمة او اي حاجة انت عاوزاها وهو طبعا مهمته ان هو بيساعدك ان الحلل بتاعتك تفضل نضيفة وما يجيش عليها اي دهون وتقدري كمان تلفي بالاكل او السندوت شاد بعد كده عندنا منظمات للرز او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايد بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه سواء كان رز او دقيق او اي نوع من انواع البوكليات اللي موجودة عندك هنا عندنا المخدة الجميلة دي المخدة دي تقدر ان انت تفتحيها كده وتبقى معاك الحاف او بطنية وبعد كده تقدر ان انت ترجعيها تاني تطبقيها وتستخدميها تاني على شكل مخدة وغير كده اشكالها والوانها جميلة جدا بعد كده عندنا الكبة الصغيرة دي طبعا هي بتديك افضل النتائج اللي انت محتاجاها سواء في فرم التوم او البصل او الفلفل وهي بتشتغل عن طريق شحن اليو اس بي وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتبة جدا وطبعا هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكرونة بمختلف أشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبيجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من أشكال المكرونة اللي انت عاوزها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها أداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة تقطعي من خلالها الكوسة او الجذر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزها طبعا بعد كده هنشوف عندنا المطفل كبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الأكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوء او المكرونة او اي أكلات تانية تحتاج ان انت تصفيها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عامل الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في راية اللي